الجوف لا يكاد يتوقف نزيف الضحايا وأرقام الانتهاكات المستمرة فهذه مجزرة جديدة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ترتكبها ميليشي الحوثي بحق المدنيين لعلك أمعنت هذه المرة في اختيار الهدف وتصويبه فكان من بين الضحايا طفلان سقط في قصفه العشوائي على المناطق المقتضة بالسكان ميليشيات الحوثي قامت باستهداف المدينة الغال واحد منهم الآن جرحى هذا موجود واثنين يعني اشلاء طاح واشلاء 32 طفلا بين قتيل وجريح هي حصيلة استكداف ميليشي الحوثي وقصفه العشوائي على قرية الغيل غرب الجوف خلال نحو عامين وفقا لإحصائيات مكتب حقوق الإنسان ومنظمة الجوف للحقوق والحريات في بيان مؤتمره الصحفي الذي عقدته بمدينة الحزمي مركز المحافظة تنديدا بجرائم الميليشي وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين والأطفال على وجه الخصوص وتأتي هذه الجريمة البشعة بحق الطفورة ضمن مسنسل الانتهاكات والاعتداء ضد الأطفال والمدنيين بمحافظة الجوف حيث بلقت إحصائيات ضحاعي الأطفال في مدينة الغيل لوحدها 32 طفل ما بين القتل وإصابة المؤتمر أيضا حمل الأمم المتحدة مسؤولية إيقاف جرائم الميليشيا واستخدافها للأحياء السكنية ومناطق النازعين لافتا إلى الدول المفترض لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي حيال هذه المجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزل والتي ترقى إلى جرائم حرب كما أننا نحمل الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كل تداعيات هذا التصعيد الإجرامي واستمرار هذه الانتهاكات والحمقات من قبل الميليشيات بحق الإنسانية في محافظة الجوف كثيرة هي الانتهاكات التي تطال المدنيين في الجوف وما فتأت أعداد الضحايا تتزايد كل يوم أطفال ونساء يسقطون دون ذنب في يوميات الحرب التي لا تخلو من وحشية وإرهاب الميليشيا في ظل تجاكل أممي ودولي وانحياز في المواقف ضمن معادلة الاستفاف وراء المصالح والاعتراف بسلطة الأمر الواقع وإن كانت جماعة عنف أو ميليشيا مسلحة على الجرادي قناة بلقيز الجوف